ما أسئلتك اليوم في عالم السيارات؟ إذا عندك أسئلة ابقوا يا أنا حسين في قناة نظرة في عالم السيارات واليوم عندي حلقة جديدة للإجابة على أسئلتكم حساب اسم الصلاح يقول السلام عليكم هل ينفع أن أشتري نيسان ألتما موديل 22؟ هل غير نيسان ألتما بالموديلات الحديثة بها عب؟ وعليكم السلام حبيبي لا نيسان ألتما السيارة جيدة وهي من فئة السيدان متوسط الحجم تصميمها جميل وأداءها حلو وغير نيسان بحد ذاته ما بمشكلة بس بالوارد الأمريكي نحن دائما نقول السيارات الوارد الأمريكي لأن ما يجي ببرات القير يفضل أن تأخذ ورشة مختصة يشد لك برات القير حتى تقلل اللود الحراري على هيدروليك مع القير وبالتالي الهايدروليك ما يفشل في أداء عمله وبالتالي القير ما يفشل فقط هذا وقال لك السيارات نيسان سيارات جيدة وحلوة وسيارات احتمادية والجير السي بي تي بصورة عامة لازم انت تكون قيادتك هادئة ما تضغط هوايا عليه حتى العمر الافتراضي مالته يبقى هوايا وياك فهي فقط هاي النقاط إذا سيارتك وارد أمريكي يشد لبرات قير إذا وارد خليجي كل شي ما عليه لأنه من الشركة يجي ببرات قير مربوط وي الراديتر عندنا سؤال من الأخ دكتور أحمد يقول برأيكم ما هو أفضل السيارات المتوسط الحجم بالصيني شانجان سي اس خمسة وتسعين وهاثال اتش نان ومجي ار اكس ايت و جي اي سي جي اس ثمانية و تشيري تيجو ايت برو ماكس في حبيبي دكتور أحمد بالنسبة للسيارات الكروس اوفر المتوسط الحجم اللي ذكرتنا مثلا عندك الهافال والامجي ار اكس ايت هذا النية يعتبرن السيو في لأنه ذنية بوديون فريم يعني السيارة عندها شاصي أما البقية شانجان سي اس خمسة وتسعين والجي اي سي جي اس ايت وكذلك تشيري تيغو ايت برو ماكس هذا يعني يعتبر يعني يوني بودي فالسيارات الصينية بصراحة أنا حاتش في فيديوهات هواية تطورت بالفترة الأخيرة من ناحية جودة التصنيع ومن ناحية المواصفات ومن ناحية الكمبونينت يعني المكونات مالتها فأنت أنا هم أعيدها النقطة السيارة الصينية التي تشتريها شوف قوة الوكيل مالتها بس أنا كتجربة شخصية يعني جربت الجي اي سي جي اس ايت بقية يمي أكثر من يوم وطلعت بها خارج المدينة واستعملت داخل المدينة بصراحة السيارة ممتازة ورائعة السيارة بالمختصر المفيد أقول لك تأتي بتقنيات تيوتا مع إضافة لمسة فخامة وجمالية بالتصميم عاد أنت بكيفك السيارات الأخرى أيضا سيارات موسيئة وعدمك لا أنت بمنطقتك ومدينتك شوف الوكيل إذا قريب عليك إذا يوفر لك مركز خدمة ممتاز عندك خدمات ما بعد البيع جيدة اتوكل على الله واخذ السيارة عندي سؤال من أخ أبو حسام يقول دكتور حسين محترم إذا ممكن سؤالك نصيحتك بسيارات الكوارير الوارد أمريكي هل تنصح بشراءها وهل هناك مشكلة في أداة في فصل الصيف بنسبة لسيارات الكوارير الوارد أمريكي ما له شيء أنا شخصيا شانت عندي سوناتة موديل 2018 2018 وارد أمريكي بقت 200 سنة ونص سيارة ممتازة وحلوة إذا تشتري وارد أمريكي يشتري دائما ضربة خفيفة ويفضل ما تكون الضربة أمامية والشاصيات ما متأذية فبهالحالة السيارة ما عليها شيء ومثلا إذا السيارة GDI عندي فيديوهات هاية عن المواضيع هاي يعني إذا سيارتك GDI شون تسوق السيارة وشون تسوي إجراءات حتى تحافظ على المحرك يعني مثلا أبسط شي تقدر تشد لكاتشكان أو قانسة مالزيت هذا شي رح يقلل بشكل كبير الترسبات الكاربونية اللي تصير على عنق الولفات والنقطة الثانية إذا محركات GDI لازم تستعملها بنزين للأوكتان مالته 91 وفوق يعني لازم بنزين محسن لأنه هذه المحركات معدل انضغاط بها عالي فتحتاج بنزين محسن حتى ما يصير بها دوانس والنقطة الأخرى سيارات GDI إذا استعمال على اللو لود يعني الحمل منخفض يعني بسرعات قليلة داخل مدينة كل استعمالك فهنا ترسبات الكاربون احتمالية تكونها يكون أكبر مما تسوق السيارة بطرق خارجية فإذا شدت قانصة زيت رح تقلل من ترسبات الكاربون هنا نقطة ونقطة الثانية إذا استعمالك للسيارة الداخل المدينة بشكل كبير حاول كل أسبوع مرة تطلع بها طريق خارجي أو على الطريق السريع تمشي بسرعات الطرق السريعة هذا شي يساعد على تنظيف تشامبرز أو غرفة الاحتراق فقط هي هذه الملاحظات على السيارات الكوري الوارد أمريكي وإلا هي إذا السيارات ضربتها حلوة تعتبر سيارات جيدة خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات سعريا أيضا تعتبر جيدة عندي سؤال من الأخ فراس شريف يقول شنو رأيك بالأكورد محرك 2000 توربو ولو خليتها بمقارنة ويا الكامري والألطمة نفس الموديل ونفس الفئة منه الأفضل أريد أخذ واحدة منهن وأريد رأيك بكل جوانب السيارة قراري حيكون بناء على أريك أرحب بك أخفراس طبعا الهوندا أكورد سيارة ممتازة وإذا تريد رأيي بسيارات هوندا سيارات هوندا تعتبر سيارات يابانية ممتازة أنا أخلي الهوندا بالياباني بمقام البي ام دابلو بالألماني يعني بصراحة سيارات هوندا بها متعة قيادة سيارات مبنية بشكل ممتاز لكن إذا ساكن بالعراق فأتصور الهوندا شوية رح تكون عندك شحة في قطع الغيارة إحنا عندنا سيارات هوندا مو بكل مكان تتوفر قطع غيارة فعندنا هاي النقطة السلبية الوحيدة لهذه السيارات يعني مو عيب بالسيارة وإنما السوق هي ما بها قطع غيار هوايا لهذه السيارة فإذا أخذت سيارة هوندا رح تتعذب قطع غيار فهنانا إذا بالعراق الألتما والكامري تتفوق على الهوندا لأنه قطع غيارهم أكثر والسيرفاس مالين متوفر بشكل أكبر وإلا الهوندا كمتعة كيادة وجودة بناء تتفوق على الكامري وتتفوق على النسان ألتما أيضا سيارة ممتازة ومن ماركة راسينة يابانية عندي سؤال من الأخ أحمد الحسن يقول شون رأيك بسيارة المازدا لاحظت أنه سعره منخفض جدا كوارد أمريك في العراق نظرا لعدم رغبة الناس بها طبعا المازدا هي أيضا من السيارات اليابانية الممتازة أيضا تقدم لك متعة قيادة لكنه أكو سبب أنه ناس ما ترغبها أيضا بسبب قطع الغيار السيارة لما ما تكون منتشرة وما إلها مراكز صيانة وما إلها وكالة تسندها تسند الماركة وما أكو قطع غيار متوفر إلها بالسوق فهنا أنت كمستخدم تتجنب هذه السيارة خاصة هذه السيارات سيارات الدايلي كوميوتر السيارة الدايلي كوميوتر أو الاستعمال اليومي أنت تريد سيارة تخدمك لما يكون بها عطل تكون بسيط ويتكون قطع غيار متوفر لا تتعذب رأي أنت ما أخذ هذه السيارة حتى تقضي بي مشاورك اليومية وتقضي بي أعمالك تختلف عن سيارة أخرى أكو ناس مثلاً عدا أمكانية مالية يروح ياخذ سيارة فقط حتى يستمتع بيها مثلاً يروح ياخذ سيارة رياضية غريبة حتى لو ما أقلها قطع غيار هو ما محتاجها السيارة للإستخدام اليومي عندها غير سيارات يستخدمها لإستخدام يومي ياخذ هذه السيارة فقط لمتعة القيادة حتى لو يطلب قطع غيار من الإمارات أو من أمريكا ما عنده مشكلة هذا الشخص عنده أمكانية ويقدر ياخذ هذه السيارة ويقدر يصرف عليها بس أنت إذا تاخذ سيارة ديلي كوميوتر وتعذبك شيء ما تفيد أبداً فدائماً أخذ سيارة قطع غيارة متوفرة بالسوق وإلها فنين وإلها مراكز خدمة أو على الأقل إلها وكيل جيد يدعمها فبالحالة كسيارة ديلي كوميوتر أنصح بيها أما المازدا السي اكس ناين هي كسيارة سيارة يابانية ممتازة لكنه اللي يعيبها فقط قطع غيار ممن تشرب كل مكان لهنا وصلنا لنهاية حلقتنا إذا عجبك هذا المحتوى لا تنسى أن تدعمني بلايك وشير وإذا لم تشتركوا في القناة بعدش تنتظر اشترك حتى تبقى على تواصل ويانا دائماً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته